اشتركوا في القناة ارحب بكم اعزائي في حصة جديدة في مكون الحكاية مما لا شك فيه انكم ما زلتم تتذكرون عنوان الحكاية اذا عنوان حكايتنا هو عطلة في البادية اذا هذه هي الحكاية التي تعرفنا عليها في الأسبوع السابق تعرفنا في الحصة السابقة على الحكاية على مضمون الحكاية ثم تعرفنا على البنية الحكاية وعناصر الحكاية تعرفنا على الشخصيات والزمان والمكان ثم تعرفنا على البنية السردية للحكاية البداية الاحداث الصاعدة المشكل الاحداث الهابطة النهاية اليوم ان شاء الله اعزائي التلاميذ سوف نتعرف على عناصر اخرى وهي مهجم الحكاية وايضا القيم المذكورة في هذه الحكاية هذه الحكاية فيها مجموعة من الكلمات ومجموعة من القيم سوف نقوم باستخراجها في هذه الحصة ان شاء الله ولكن قبل ان نقوم باستخراج هذه القيم ومعجم الحكاية لا بد ان نقوم بسرد الحكاية جامعة او تشاركيا بمعنى سوف اقوم باسترد الحكاية وانتم ايضا سوف تسردون الحكاية معي لنبدأ اذا عطلة في البادية عطلة في البادية اعتادت كجمولة ان تقضي عطلتها الربيعية في القرية ذات صباح اصيقضت باكرا كعاداتها وصارت بين الحقول والبساتين وحدها ريث ما تعد لها امها فطورها وبينما كجمولة تستمتع بالطبيعة الجميلة رأت في مسلك بين الحقول نسرا صغيرا تائها عن عش والديه حملته كجمولة وجالت ببصرها في السماء لعلها ترى والديه فتسلمه لهما لكنهما لم يظهر حارت كجمولة في امر النسر الصغير اتتركه وحيدا في الخلاء اتتركه وحيدا في الخلاء قد يتعرض المسكين للأذى فما العمل وفي الاخير قررت ان تأخذه معها الى بيتها وتعتني به حتى يكبر ويطير ثم حملته بين ذراعيها واكملت جولتها في الطبيعة الجميلة قطرات الندى تتلألأ على الورود والفراشات والنحلات تحط على الأزهار في خفة ورشاقة ثم تطير كانت كجمولة تشم رائحة الخبز ينضج في الأفران على نار الأعواد والحطب وتسمع نغمات ناعي الراي وثغاء الأغنام وخوار الأبقار في المراعي البعيدة وزقزقة العصافير فرحة بقدوم الربيع إذن أعزائي بعدما قمنا بسرد الحكاية جماعتان أركز على كلمة جماعتان أي أنني عندما أقوم بسرد الحكاية من الضروري أن تقوموا أنتم أيضا بسردها معي أي فئان واحد إذن بعدما قمنا بسرد الحكاية لابد أن نقوم باستخراج المعجم الموجود في الحكاية ذكرت في الحكاية مجموعة من أسماء الأشياء مجموعة من الأسماء التي تخص مجموعة أيضا من الأشياء مثلا البادية ذكرت في الحكاية البادية وماذا أيضا؟ أين كانت تتجول كجمولة؟ كانت تتجول في الحقول فالحقول هي اسم من الأسماء التي تخص معجم الحكاية وأيضا البساتين والمراعي البعيدة وماذا أيضا الفراشات والنحلات الفراشات والنحلات والنسر الصغير إذن هذه هي مجموعة من الأسماء مجموعة من الأسماء نعم أيضا وذكرت في الحكاية أيضا مجموعة من الصفات مجموعة من الصفات إذن قلنا أن في حكاية ذكرت مجموعة من الصفات مثلا في الحكاية السابقة التي تعرفنا عليها مثلا حكاية كجمولة الذكية فكجمولة هنا صفتها أنها ذكية في هذه الحكاية ذكرت أيضا مجموعة من الصفات لنقوم باستخراجها جماعة كجمولة عندما خرجت في الحقول تتمشى وتتجول وجدت نسرا كيف كان أو كيف هو هذا النسر نسرا صغيرا إذن الصفة التي وصف بها هذا النسر أنه كان صغيرا نعم بعد أن أخذت كجمولة هذا النسر وبدأت تتجول في الطبيعة الجميلة إذن كجمولة بعد أن أخذت النسر بدأت تتجول في الطبيعة الجميلة إذن هذه الطبيعة وصفناها بأنها جميلة وأيضا كانت تسمع كجمولة خوار الأبقار في المراعي البعيدة إذن هذه المراعي أيضا صفتها أنها بعيدة مثلا أنتم أيضا يمكنكم أن تقوموا بوصف شيء ما مثلا التلميذ المجتهد إذن صفة هذا التلميذ أنه مجتهد المدرسة الكبيرة إذن وصفنا هذه المدرسة بأنها كبيرة إذن هذه هي إذن بعدما انتهينا من استخراج معجم الحكاية سوف ننتقل إلى التعرف على القيم الموجودة في هذه الحكاية في هذه الحكاية ذكرت مجموعة من القيم التي يجب أن نعتبر بها ونقوم باستعمالها في حياتنا اليومية مثلا حب الطبيعة كجمولة قدت عطلتها في الطبيعة في البادية إذن نحن أيضا يجب علينا أن تكون لدينا حب للطبيعة ونقضي عطلنا في الطبيعة ونحافظ على الطبيعة وأيضا كجمولة كانت تستمتع بجمال الطبيعة إذن ففي هذه الحكاية تعطي لنا رسالة أن الطبيعة شيء جميل ويجب علينا أن نحافظ على طبيعتنا الخلابة الموجودة في بلادنا إذن هذه القيم التي تعطيها لنا الحكاية يجب علينا أن نقوم بتطبيقها في حياتنا اليومية وأيضا توجد قيمة ذكرت في الحكاية وهي أهم قيمة أي أن كجمولة عندما كانت تتجول في الطبيعة وجدت نسرا صغيرا هل تركت هذا النسر الصغير في الخلاء تأكله الحيوانات؟ لا فهي حملته وبحثت عن والديه وعندما لم تجدهما أخذته معها إلى أن يكبر ويستطع أن يطر إذن نحن في حياتنا اليومية إذا وجدنا مثلا عصفورا أو نسرا صغيرا أو أي حيوان كان يحتاج إلى المساعدة فيجب علينا أن نقوم بمساعدته وأن لا نتركه يواجه الصعوبات والمشاكل لوحده إذن يجب علينا أن نرفق بالحيوانات كما فعلت صديقتنا كجمولة إذن هذه هي القيم المذكورة في الحكاية إذن هذه هي القيم المذكورة في الحكاية قيمة حب الطبيعة إذن يجب علينا أن يكون لدينا نوعا من حب من الحب للطبيعة وأيضا الاستمتاع بجمال الطبيعة إذن عندما نقوم بزيارة أهلنا أو جدتنا في البادية يجب علينا أن نستمتع بذلك الجو الموجود في البادية وأيضا الرفق على الحيوانات إذا وجدنا عصفورا ما أو طائر ما يحتاج للمساعدة يجب علينا أن نساعده إذن هذه هي القيم الموجودة في الحكاية إذن حصة اليوم قد انتهت أستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة